السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله درس جديد من دروس التوحيد للصف الأول الإعدادي الأزهري إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الصفات السلبية تكلمنا في الحلقة والدرس الماضي عن الصفات النفسية وهي صفة الوجود الصفات السلبية هنأخذ النهاردة منها صفتين وهي صفة القدم وصفة البقاء أولا عايزين نعرف يعني إيه الصفات السلبية الصفات السلبية تعرفها هي كل صفة تدل على نفي أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى كل صفة من دي بتدل على نفي شيء الشيء ده لا يليق بالله سبحانه وتعالى يعني صفة القدم ضدها الحدوث والحدوث لا يليق بالله سبحانه وتعالى يبقى هي بنسبة الصفة دي لله سبحانه وتعالى فبننفي ايه؟ بننفي عكس الصفة عن الله سبحانه وتعالى فثبوت تلك الصفات ينفي عن الله كل نقص يمكن تصوره في الذين يبقى لما نثبت لله سبحانه وتعالى أي صفة من الصفات اللي جاية معانا دي في الصفات السلبية يبقى احنا بننفي أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى سواء كان في القدم ضد الحدوث أو في البقاء اللي ضد الفناء أو العدم وكلا الأمرين مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى فهنبدأ إن شاء الله في صفة القدم أول صفة معانا في الصفات الآيه السلبية يعني إيه القدم القدم في حق الله سبحانه وتعالى معناه أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده لا ابتداء لوجود القدم هذا في الماضي تمام لا ابتداء لوجوده وأنه لم يسبقه عدم لم يسبقه إيه عدم يعني إيه لم يسبقه عدم يعني لم يسبقه فترة من الفترات وبعد كده أصبح موجود هذا معنى أنه لم يسبقه عدم إنما سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده في قول الله تبارك وتعالى كما يسميه العلماء صفة الأولية في قوله هو الأول والآخر صفة الإيه الأولية يبقى معنا القدم أن الله تبارك وتعالى لا ابتداء لوجوده عندنا فيه كل صفة من الصفات وزي ما احنا تكلمنا فيها دليل عقلي وفيها دليل نقلي العقلي بيتكلم عن فكرة العقل إثبات الصفة دي بإيه بالعقل أنت طبعا عندك صفة الوجود اللي أخدناها الدرس اللي فات ثبتت لله سبحانه وتعالى بالتلات أدلة دليل الخلق ودليل العناية ودليل حدوث الايه؟ حدوث الكون أو العالم تمام؟ يبقى عندك ثبت لله تعالى وجوب الوجود أن الله تبارك وتعالى موجود تمام؟ ثبت لله وجوب الوجود ومن ثبت له وجوب الوجوب ثبت له القدم إذا احنا أثبتنا أن الله تبارك وتعالى موجود تمام؟ وهي صفة الوجود وثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة فثبت لله سبحانه وتعالى صفة البقاء وانتفاء صفة أنه حادث وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى يبقى أنت أثبت صفة الوجود وإذا أثبت له صفة القدم عندك الدليل النقل عليها من القرآن قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر ومعنى الأول هو الموجود قبل كل شيء فلا بداية لوجوده معنى كلمة الأول هو الموجود قبل كل شيء فلا بداية لوجوده سبحانه وتعالى ضد الصفة الحدوث والحدوث مستحيل على الله سبحانه وتعالى يبقى صفة القدم ضدها صفة الحدوث والحدوث مستحيل على الله تبارك وتعالى يبقى أن الله تبارك وتعالى لا ابتداء لوجوده شف صفة البقاء البقاء اللي هي الآخر البقاء هو الأول والآخر هنا أن الله تبارك وتعالى لا ابتداء لوجوده هنا أن الله تبارك وتعالى لا انتهاء لوجوده أمر بسيط أربط بين الحكتين هتبقى كده عرفت تعريف الصفتين وبدأ العقل بتاعك يعرف الأمر يبقى القدم أنه لا ابتداء لوجوده البقاء أنه لا انتهاء لوجوده سبحانه وتعالى فلا يلحق عدم في المستقبل إلى ما لا نهايه هذا اسمه البقاء عندنا الدليل العقلي عليها أن أنت أثبت لله سبحانه وتعالى صف وجوب الوجود والقدم وإذا أثبت لله سبحانه وتعالى من ثبت له وجوب الوجود والقدم ثبت له وجوب البقاء ها ثبت لله تعالى الوجوب الوجود والقدم ومن ثبت له الوجود والقدم ثبت له الايه البقاء واستحال عليه الفناء فانعدام ذاته مستحيل في الماضي والحاضر والمستقبل لتنقضه مع الوجود الدليل النقلي قول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان وقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكلمة وجهه نقصد بها الذات العلية ضد البقاء الفناء والعدم وكلاهما مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى ده بالنسبة لصفة القدم وصفة البقاء اتفضل ان شاء الله صفة المخالفة للحوادث وكده ان شاء الله ينتهي الفصل الدراسي الأول وان شاء الله الصفتين سهلين وصفة المخالفة للحوادث ستبقى ان شاء الله في الحلقة القادمة اسأل الله الكريم الحليم ان يجمعنا دائما على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته